تسابق حركة فتح الزمن لإقالة حكومة التوفق التي ترأسها رامي الحمد الله واستبدالها بحكومة جديدة تسعى لأن يكون رئيسها فتحوياً ففي اجتماعها الأخير أوصت اللجنة المركزية لحركة فتح بتشكيل حكومة فصائلية سياسية من منظمة التحرير الفلسطينية وشخصيات مستقلة وتشكيل لجنة من اللجنة المركزية لبدء الحوار والمشاورات بشأنها مصادر من حركة فتح قالت الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد خلال الاجتماعي أن حكومة التوفق الوطنية التي رأسها رامي الحمد الله انتهى دورها لكنه لم يقم بإقالتها بشكل رسمي حتى الآن معزاً ببدء التشابر لتشكيل حكومة فصائلية سياسية لكن الفصائل الفلسطينية تبدو بعيدة عن المشهد الذي يرسم عباس خطوطه العريضة وتتابعه عبر وسائل الإعلام فقط فالقيادي في الجبهة الشعبية عمر شحادة أكد أنه لم يعرض على الجبهة أي شيء يتعلق بتشكيل حكومة جديدة في اجتماعات منظمة التحرير بشكل رسمي مضيفاً أن أي خطوة سياسية لا ترتبط باتفاقيات مصالحة وتشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على انتخابات عامة على أساس التمثيل النسبي تعتبر لعباً بالكراسي حسب تعبيره الجبهة الديمقراطية أكدت بدورها على لسان رمز رباح حضو المكتب السياسي للجبهة أنه لم يجري التشاور مع الجبهة بشأن تشكيل حكومة فصائلية وقال رباح أن ما يطرح بشأن ذلك يتم تناقله في الإعلام فقط ولم يبحث في الاجتماعات التي جرت في إطار منظمة التحرير أو في اجتماعات القيادة الفلسطينية بدورها كدت تامين عام حركة فدا زهيرا كمال أن الحركة لا تدعم حكومة منظمة التحرير وقالت أن حكومة الوحدة الوطنية تعني جميع الفصائل الفلسطينية بما فيها حماس والجهاد الإسلامي بغض النظر كان قرارهما المشاركة من عدمه مطالبة بالحوار قبل تشكيل الحكومة وينطلق الدعمون لإقالة حكومة الحمد الله من أن هذه الخطوة تأتي تلبية لمطالب الشارع الفلسطيني الذي يشهد إضرابات واحتجاجات ضد سياساتها وبحسب مراقبين فإن خوف الرافضين من إقالة الحمد الله يعود لخطورة وأهمية منصب رئيس الوزراء في المرحلة المقبلة وما يعنيه هذا المنصب في حال وجود فراغ سياسي إذ يعتقدون أن الحمد الله لا يعتبر منافسا حقيقيا على السلطان